في الفترة الأخيرة انتشرت حقن جديدة لإنقاص الوزن وتقريبا بعض دكاترة التغذية بيروجوا ليها وبيستخدموها لحالات بتوصل لعيادتهم الحقيقة كمال أدوية دي أثارت ضجة كبيرة جدا بسبب نتائجها الهيلة في إنقاص الوزن حتى إن بعض الدكاترة اعتبروها بديل لعمليات التكمنية فعلا دينا الفترة الأخيرة انتشرت الحقن دي رغم ارتفاع سعرها الشديد شفنا إقبال عليها بشكل كبير كان فيه كلام عن أعراض جانبية مصاحبة ممكن تؤدي إلى بعض المضاعفات الحقن دي بالأساس اتعملت العلاج مرض السكر في المرحلة التانية من التخسيس أو إنقاص الوزن لكن بدأ استخدامها لإنقاص الوزن هنعرف تفاصيل أكتر عن طبيعة هذه الحقن وإلى أي مدى ممكن تؤثر على الصحة العامة معنا الدكتور عاطف بسيوني رئيس أقسام السكر والبطنة بالمعهد القومي للسكر ضيف عزيزه ومنورنا في صباح الخير مصر أنا بديك دكتور بسيوني منورنا وشرفنا فانت صباح الخير على حضرتك وعلى المشاهدين جميع يعني إيه القصة بقى؟ يعني هنتكلم أستاذ المشاهدين حقن جديدة لإنقاص الوزن بدأت إزاي؟ هل فعلا بدأت تنتشر بشكل كبير؟ هي الحقن مش جديدة الحقن موجودة لها شوية وأنواع مختلفة قبل أن نتكلم عن التأثير السلبي لهم لازم لازم نتكلم عن التأثير الإيجابي بتاع الحقن دي الحقن دي نستخدمها في مرض السكر من نوع الثاني تعتبر أدوية ممتازة بالنسبة للمريض السكر بتؤدي إلى انضباط السكر تؤدي إلى إمقاص وزن مريض السكر وده حاجة مطلوبة تؤدي إلى حماية مريض السكر من مضاعفات السكر على القلب وعلكل ده مش كده بس دي بتنزل معدلات الوفاة في مرض السكر أربع مزايا رائعة ده في مريض السكر اللي بيأخذ جرعات متوسطة من الدواء وتحقق الفوايد دي كلها الأمر المختلف بالنسبة للناس الأصحاء غير مرض السكر اللي هياخدوا جرعات كبيرة مضاعفة لإحداث نقص في الوزن مش ملحوظ بقى نقص كبير في الوزن والتالي يبقى أخذ الأدوية دي وصفها لازم مش بسيد دكتور لازم بطبيب متخصص في الكلام دواء عشان التأثير السلبي اللي أنا هقوله التأثير السلبي دي أدوية وزي أي دواء ممكن يكون ليه أعراض جانبية وهي أعراض جانبية ليه علاقة قوية بتجرع اللي بيأخذها المريض فلو احنا قلنا أن مريض السكر هياخد جرعات متوسطة بالتالي الأعراض الجانبية هتبقى متوسطة أو الشبه مش موجودة يعني نقدر نقول أن الدواء آمن لدرجة كبيرة قوي في مريض السكر على العكس تماما بالنسبة للأصحاء من غير مرض السكر اللي بيأخذوا الدواء هياخدوا جرعات كبيرة هيبقى فيه أعراض جانبية كثيرة وبعضها قد يكون خطيرة فمثلا نقول أن الجهاز الهضمي اللي هو المستهدف الأول من الأدوية دي أن الدواء ده بيعمل بطء في حركة المعدة والأمعاء الأجل بيقرب ببطء من المعدة وبالتالي بيقرب نوع من الشبعة نقص في الشهية مش كده بس الدواء نفسه بيقص على مراكز الشبعة والجوع في المخ وبالتالي بيقوّع عملية الامتلاء والشبعة وينقص الشهية لأكل وده اللي بيكون سبب رئيسي في حدوث نقص الوزن الجهاز الهضمي بيتأثر بالأدوية دي فممكن يعمل ميل جامد للكيء يعمل كيء يعمل إسهال يعمل بطء في حركة المعدة وده جزء من الشغل بتاعه بس يعمل بطء شديد وممكن يعمل انسداد في الأمعاء كده سأقول لحدك على حاجة يعني هو طبعا ليه أسامي كتير جدا زي المنجار والأوزنبك والساكسينده وكذا تلاقي الناس بتقلت بعضها خصوصاً الستات يعني تقول لها انت خدتي المنجار وخدتي أوزنبك ممكن اتنين صاحبات ياخدوا المنجار وسواء وحدة تخص وتبقى حالتها صحية لطيفة وكويسة لا فيش أي تأثر وحدة تانية يجي لها مثلاً توقف في الجهاز الهضمي تتعرض لأمور مثلاً صعبة جداً في الألام المعدة وغيرها وألام في الجسم يعني زي ما في بعض الناس بتوصف ده شايف حدك الفرق بين الشخص والتاني الاستيعاب ولهذه الحوام بيكون ازاي ده أي دواء ممكن الدواء دي العياني يعمل نتائج حيلة وكويسة جداً وفي بعض الآخرين يعمل لهم أعراض جانبية جامدة يعني يتوقف على المريض وعالجرعة ونوع الدواء يعني الأسماء من حدثك قلتها ودي أسامي تجارية في حاجات بيننا بتاخد مرة أحدة في اليوم وفي حاجات بتاخد مرة أحدة في الأسبوع في حاجات بتاخد بنا جراعات قليلة وفي حاجات بتاخد جراعات كبيرة في حاجات حديثة زي المنجار اللي حدك قلت عليه دواء بيعمل نقص جامد في الوزن فعلاً فيها فترة مش طويلة يعني ويمكن كنت ماكملش الأعراض الجانبية منها مثلاً التهاب البنكرياس والتهاب البنكرياس ده مرض خطير قد يؤدي إلى الوفاة مثلاً نمرة ثلاثة إن الدواء دوت بيزود حدوث أورام الغودة الدرقية في الناسل عندهم قبلية كده عندهم قبلية ورصية لحدوث بعض أورام الغودة الدرقية فممكن يحصلوا برضك الحاجة المهمة إن في الآخر ده دواء والعيان اللي بياخده بياخد أدوية تانية فممكن يبقى فيه تفاعل بين الأدوية دية ومعضة يعني يعين مثلاً بياخد أدوية للسكر فهم كنت هبط للسكر يعني بياخد أدوية لسيولة الدم ممكن تعمله زيادة في سيولة الدم ده بعض الأعراض الجانبية المهمة إنما اللي منها واللي الناس ما تعرفوش والناس ما تتغاد عنه اللي هي محظورات ازتخدام الأدوية دي طيب قبل ما تكمل محظورات دكتور باسم اسمح لي برضه عشان نحط السادة المشاهدين كده في الصور السؤال الأول يتعلق باعتماد هذه الأدوية من وزارة الصحة هل هي أدوية مصرح بيها دخولها في السوق المصرية معتمدة ولا لأ لأنه ده سؤال مهم جدا لأي حد ممكن يروح للدكتور ويوصف له استخدام مثل هذه الحق بالنسبة للاعتماد الأدوية من وزارة الصحة فيه نوع واحد زي ما قلت في أول الكلام هو المحتمل من وزارة الصحة لاستخدامه في السمنة والنفس ده وده بيستخدم لمرضى السكر بيتسم اسم تاني من نفس الشرك عشان يبقى فيش نوع من الاختلاط لأنه ده بجرعة وده بجرعة تانية فده لاقي اسم وده لي اسم مع أن التركيبة واحدة لأن الجرعات مختلفة الأولين بيستخدم في مرضى السكر والتاني بيستخدم لإنقاص الواسنة الأنواع الأخرى لسه مش محتملة لنظارة الصحة بتيجي بعضها مهرب وده طبعا بيحطنا في مأذى كبير لأن احنا مش عارفين اللبنين ده مش مخشوش ولا هو سليم وجايد زي واتنقل بطريقة صحيحة ولا أقا تم حفظه بطريقة صحيحة ولا أقا ده لا يوصى باستخدامه ولا ينفع استخدمه اللي هي الأدوية الغير مصرحة دي لا الغير مصرحة ما يستخدمهاش استخدم بس المصرحة من وزارة الصحة لازم يكون عليها ركوبة أنا دلوقتي روحت الدكتور تغذية ونصحني أن أنا لازم أبدأ عشان أنازل الوزن بصورة سريعة لأن احنا معظم الناس كلها ما عندهش الإرادة أو أن هي نستمر على ضاية طويل ومحتاجة زي ما حدا كده قلت فيه ناس بتبقى محتاجة في وقت قصير تنزل الوزن إيه الإجراءات الوقائية والتحليل اللي أنا ممكن أعملها علشان أطمن أن أنا لما هاخد الحقن دي مش هتضر بشكل كبير واتابع زي مع الدكتور يمكن ده هيرجعنا للنقطة اللي كنت بقولها لازم أتأكد ما فيش محضورات لأ أنا أتكلم على المنجار والأزنبيك والساكسينده اللي إحنا خلاص دلوقت أنا أتكلم حضرك عليهم دولي لازم أتأكد قبل ما أخد أي نوع منهم إن ما ليه فيش محضورات لإستخدامه مش أنا أستخدم الدهو بعد كده حسنا أن أنا كان مفروض إنهم ما يستخدموهش أعمل إيه بقى فهلا أول حاجة مثلا لازم العيان ما يكونش عنده طريق مرضي للتهاب في القولون أو بطء في حركة المعدة لأن ده حيضاعف من المشكلة اللي موجودة إن العيان ما يكونش عنده طريق مرضي قبل كده أنه جاله لتهاب في البنكرياس أو عنده أي أمراض أخرى جوة البنكرياس اللي ممكن تتضاعف باستخدام الأدوية دي نمر ثلاثة ودي مهمة جدا إن العيان يكون كفاءة الكليا بتاعته كويسة لأن الدواء ده عشان يتوزف لازم يكون كفاءة الكليا أكثر من ثلاثين فدي حاجة مهمة جدا نمر أربعة لو أدأ قولها نمر واحد لكن عشان يعني مشكلتها إن عندك قابلية وراثية الشخص يعني عنده قابلية وراثية لحدوث أورام في الغودة الدراكية فدي ممكن واحد ما يعرفهاش يعني ممكن واحد بيعمل أشياء عبودي مشوفة كتير يلاقي عنده نتوء جوة الغودة الدراكية وفي الأخي يطلع وراث مثلا وهو ما يعرفش طب معناش عبدو يعني أنا بتبدأ إمتى أظهر الأعراض اللي فيها خطورة دي يعني بعد قد شهر اثنين تلاتة من استخدام الحقن ولا ممكن ما تظهرش طبعا لو حتظهر الأعراض بذات الأعراض الحد اللي بتعطي الجهاز الهضمي دي حتظهر في الأول ولذلك إحنا دائما بننصح إن إحنا بناخدها بجرعات قليلة في الأول يعني مثلا من جارة حنا ناخد خمسة لمدة شهر عشرة لمدة شهر وبعدنا بتدي في الخمستاشر يوزينبك نفس الشيء اللي يجب نبتدي بجرعات قليلة وبتدي نعمل لها بلدينج أوب نعمل لها نزودها بالتدريج عشان الأعراض دي ما تظهرش طبعا عايزين برضي نفهم من حضرتك أنا بستخدم أو خلاص لجأت لهذا الحل مش عايز أمشي على نظام دايت طويل ما عنديش صبر أو طاقة ليه إن أنا أفضل على نظام دايت وكمان استبعدت فكرة العمليات الخاصة بتكميم المعدة وغيرها من الأمور اللي ممكن تنقص الواسط واستقرط على فكرة الدكتور قال لي أنا حاقط حقن معين أشتغل يعني أتعامل مع هذه الحقن إزاي الفترة الزمنية هل لو أنا بطلت التعاطي هذه الحقن أو الأدوية ممكن وزني زي تاني إيه الإجراءات اللي ممكن أضمنها عشان أصل إلى وزد سليم طبعا أول إجراءات إن حتى ما حاقد الدواء لازم يقف فيه نظام غذائي الدواء بيساعدك على أنك تتبع نظام الغذائي هنفعش أخذ الحقنة دي وأكل اللي أنا عايزه ما أنت حضرتك مش حضرتك أكل اللي أنت عايزه لأنك عايب عندك تتذن في النفس آه في فقد الشهية يعني في فقد الشهية وفي شعور يعني ملازم لك بالامتلاء فمش معناه بقى أن أنا حاقد الأدوية ده عشان نفتح في الأكل أياه مش هيحصل الكلام ده وبعدين إحنا ده محض الأستاذة قالت إن ده أخدها مرحلة إن أنا عاوز أخس شوية بات مش قادر أما لاقي نفت بقى خسيت عشرة وخمستاشر وعشرين لا ده أنا شكل تغير شكل بقى أحلى يبقى عندي قوة الإراضة اللي هي هتخليني أكمل بعد كده بنظام الغذائي وبعدين الأحسن طريقة للخسسان هي النظام الغذائي المتوازن بوسط أخصائي تغذية يعني الأطباء العاديين ما عرفش يعمل نظام غذائي متوازن للمريض ده حاجة بيخفل عن الناس إنه فاكر أن الدكتور العادي ممكن يعمل نظام غذائي لا النظام الغذائي ده عاوز أخصائي تغذية يمشي معاه الحاجة الثانية وده المهمة جدا ببعدك اتباع نظام رياضي طب لأدم كل يوم ده ملناش فيه ده عقبتك النظام الرياضي ده طبع مهم جدا بوسط أساسي من حالة من آدم يعني حضرتك كل الأمراض اللي بتصح عشان الضغط والسكر الضغط والسكر كل ده عشان قلة التماريد عشان اللقبطة في الأكل فإحنا لو إحنا اتباعنا حتى بس لو ماشي الماشي كمان لوحده حضرتك ماشي 30 دقيقة كل يوم 5 مرات في الأسبوع يقيك من الضغط وغيره كافي جدا محمد بنماشي جدا هو ده اللي سبب تخصيصنا وبعدين فيه نقطة احنا بنخفل عنها برضك اللي موجود من الأدوية دي محدود في السوق وحتى الستات اللي مش قادرة انها تنزل تعمل رياضة لأن الضغط الوقت يعني أنا فيه فيديوهات كتيرة موجودة على اليوتيوب والحاجات دي ساعات أنا فعلا بفتحها وممكن اعمل اي ايروبكس اي تماريد رياضية خفيفة وبسيطة بتساعد بشكل كبير الماشي العادي لو مش قادرة تنزل انا بتكلمنا وها مش قادرة تنزل ونسيب البيت والولاد وتضطر انها تنزل تمشي ممكن تعمل ده فيه نقطة كنت عاوز برضا كننبه لها ان الكمية من الأدوية دي محدودة في السوق فبالتالي اما الناس جلوم الهوة بياخدوها فمريض السكر للمريض اللي هو محتاج الدوة اللي هو محتاج الدوة فعلا فحيالية ان احنا الرسالة دي انو وصل الناس بلاش الهوة ده وبلاش ان احنا نلم الدوة دوت عشان اللي مستفيد منه اللي حيستفيد منه يلاقيه يا دكتور يعني ستات والرجالة ناخد الحقن دي ولا مااخدهاش للتخصيص ممكن ناخدها تحت اشراف دكتور وامتابع الدكتور تخصص تخصص الدكتور ده ايه بعد الدكتور بطنة دكتور غودة صماء غودة صماء ودكتور تخزية واخصائي تخزية لازم يبقى فيه تيم بيشتغل على المريض يعني 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 يبقىش من نفسي كده يروح اشتريها من الصيدلية واخدها دي برضو نصيحة لكل المشاهدينها بيتابعون خطير جدا خطير جدا انا بقول لو العيان بياخد أسبرين أسبرين من نفسه ده خطير احنا مشكلتنا في الاعدادة ان احنا بنوصف لبعض كل حاجة وبناخدها ممكن في الاكل الادوية صعبة جدا عايزين برضو نسأل حضرتك يعني ايه برضو الاضرار عشان اي حد مقبل على هذا القرار يبقى الصورة واضحة امامه بشكل كبير هل فعلا النتيجة محسومة ولا طبيعة الجسم بتختلف من شخص لاخر والى اي مدى الحقن دي ممكن تأثر على اجهزة اخرى في الجسم وتؤديش النتيجة المرجوعة منها بالنسبة للنتيجة بتاعتها بالدراسات نتيجة نكاد نقول انها جيدة جدا لممتازة ده كفعالية انما الفعالية بيسبقها عامل الامان في اي دوة يعني السيفتي قبل الامان بتاعت دوة لازم نحط دايما قبل التأثير بتاعت دوة لان ممكن الاثاري الجنبية بتاعت دوة مش هتعين بس التأثير بتاعت دوة ممكن تتعدى تأثير الدوة وتؤدي الى كارثة في بعض المرضى فانا بقول اول حاجة اما بروح للدكتور يقول الاول انت بحتاج الدوة او لا في اي واحد ده تأخذنا ثلاثة كيلو شو بحتاج اروح انا اخذ حقا ده السؤال ممكن نعرف ما حداك ايه الوزن ان احنا نقول خلاص نبدأ نستخدم الحقا دي هو معدل الوزن اللي هو وزن البناء ادم على السكوير بتاع طوله بالمتر ده بيطلع معدل فالمعدل العادي بتاعنا من خمسة وعشرين بعد سبعة وعشرين بقى وزنك تقيل بعد الثلاثين خلاص في ثمنة بعد الثلاثين بقى حضرتك بالعزب الله يعني في ثمنة مفرطة مفرطة ثمنة مفرطة يعني ايه يعني بتجيب امراض تؤدي الى نقص في العمر بتاع الشخص زيادة الامراض اللي موجودة فاحنا بنقول اول ما العيان بيعدي الثلاثين بقول له استنى نمشي نزام غزائي عنده مرض مزمن حيزيد بالثمنة الضغط او ارتفاع الدهون بنقول له احنا ممكن ناخد الحقن دي بس بالشروط اللي احنا بقوله عليه الانتاح بواصف طبيب ومتابع الطبيب ويبقى فاهم ان ده حاجة مؤقتة انا مش حافظ العمر كله عشرين سنة حاخد الدواء ككست ككلفة للدواء وكأعراض جانبية لازم يتحط ده في الحزبات يمكن انا من كم يوم تبعت في دراسات علمية كان بتقول ان المونجارو خلاص هتم اقرارها في عدد من الدول الاوروبية واخرهم كان بريطانيا اقرت استخدامه في التخصيص شايف حضاك ان ده بيحفز الناس اكتر عن انها تلجأ لهذه الحقن مش تحفز الناس بس هي بتدي نوع من الاطمئنان الاطمئنان للناس ان فيه دراسات العمل وان فيه حكومات وافقت على الكلام ده يبقى الدواء امن وده ما قلت في الاول ان هو من نظم مريض السكر بالجرعات المتوسطة وده ممتاز انما الاكتر من الجرعات المتوسطة عاوز وطف الدكتور وان يشوف المريض وياخد طريق مرضي ويكشف على المريض ويعملوا تحليل ويتابعوا عشان يبقى امن بالدرجة الكافية ان هو يستخدم على عكس بريطانيا زي مدينة قالت في الولايات المتحدة الامريكية حتى الان هذه الادوية الخاصة بحقن التخسيس غير مصرح به يعني في الولايات المتحدة هذه الادوية ممنوعة تعاطية او تناول تفسير حضرتك للموضوع في الولايات المتحدة الامريكية النظام الصحي مختلف شوية عن معظم الدول التانية اولا الادوية عشان تاخد تصريح بتمشي مشوار طويل وبتخش في منقشات طويلة ان طبعا في حاجات فينانت حاجات مالية كتيرة موجودة في الموافقة مش سهل انه ياخد موافقة الحاجة التانية ان فيه طبعا شركات تانية بتستفيد من عدم وجود الادوية ديت فيه دكات تستفيد من العمليات اكتر من الادوية فدي بتحكمها حاجات كتير مش كفاءة الدوة بس والامان الدوة بيخش فيها عوامل اخرى طب اي حد خد الحؤان ونزل في الوزن ورجع للوزن الطبيعي بتاعه بيخاف لانه فيه معظم الناس قومة بتبطل الحؤان دي بترجع تاكل مرة تانية وتبدأ ترجع شهياتها مفتوحة وان شجر كريفنج يرجع مرة تانية وكل الامور دي هي ازاي تحافظ بقى يعني احنا خلاص اي حد استخدمها يبدأ يحافظ ازاي احنا نقول اهم حاجة عشان نحافظ ان انا يكون في ايدي حاجة الحاجة دي ان شكله بقى احلى وادني اقل حركتي اسهل انت بتشوفني كده تقول ايه ايه ده انت ضغيرت جامل ده المكافأة اللي العيان بيخدها مما بيستخدم الدوة فطول ما المكافأة دي موجودة قدامه هو عنده عزيمة انه يكمل عليها بس انسان ضعيف قلنا ضعف ودخينه على الشتاء يعني انسان ضعيف ودخينه على الشتاء شتاء ببقى اضعف اكتر الضعف ده بيكون اكتر في الناس بتابعوا نظام غزائي نظام الغزائي بعد ما بطل نظام الغزائي بشوية بيرجع عزا مكان انما الحوان دي بتدي فترة اطول انك تبقى خاسس فترة اطول واقوى انك انت تشوف نفسك اتغيرت فعلا يعني حضرتك لما تشوف عيان خاسس عشرين كيلو اكيد يعني ودات ستات غير الشكل طبعا سواء السيدات او الرجال بيفرق طبعا على الصحة العامة طبعا طب لو حد عايز ياخد قرار لاما ياخد الحوان او يلجأ الى قرار تكميم المعدة والعملات الجراحية اللي احنا منشوفها خاصة بتكميم المعدة يفاضل ما بين القرارين دول ازاي وهل التدخل الجراحي بتكميم المعدة افضل واكثر استمرارا من استخدام الحوان ده بحسب اختيار المريض اختيار الدكتور يعني انا في عيان عنده سمنة مفرطة عيان وزنه مية اربعة وخمسين كيلو مثلا بشوفه ده مش هينفع مع منجار مش هينفع مع الكلام ده وعاود فترة طويل او مش هخص جامد عيان ده ما بيعمل تحويل مصار بتكون نتيجة مبهرة جدا وخاصة اللي عنده امراض مزمنة بتزيد بقى بالسمنة دي طب فده العيان ده ممكن يكون الجراحة حسن بالنسبة له عيان عنده السمنة مش عالية قوي زي الارقم اللي قلت لحضرتك عليه دوت عاوز بس الخطوطين الاولين دول بس حد يزوئين الحبة الاولين دولت هبتبقى بالنسبة له الحقن دي هتكون افضل زي ما قلت تحت اشراف دكتور وبواطف الدكتور وامتابعة اخصائق تغزي صحي وده اللي بيهمنا فعلا وبنأكد عليه النهاردة انه ما فيش مشكلة ان انا ابدأ الجأ للحقن دي لكن لازم تحت اشراف طبي متكامل جدا علشان اضمن انها صحيتي تكون كويسة ولو حسيت باي اعراض زيادة شوية ما تجاهلهاش بالعكس ممكن لازم اوقف ده والجأ لطبيب متخصص عشان الحالة او ما يتبقاش فيه مضاعفات اكتر واكتر وده مهم كمان النقطة اللي اكد عليها الدكتور ان تبقى الادوية دي مصرح بيها من قبل وزارة الصحة ما نلجأش ليه ادوية مهربة من الخارج ممكن تبقى مخشوشة تضر صحتنا فالدواء زي مدينة قالت لازم امان ورقم اتنين انه يبقى مصرح من قبل وزارة الصحة بشكرك شكرا جزيلا على كل المعلومات دكتور عاطف باسون رئيس اقسام السكر والبطنة المعهد القومي للسكر صباحا خيرا لحظة خيرا لحظة لحظة لحظة